امسية طيبة للجميع مشاهدين الكرام وهلا بكم إلى هذا اللقاء امطار ستخص امسية اليوم منطقة الواحات حتى مصلحة الارصاد الجوي اصدر التنبيه من المستوى الاول على كل من توقورد كذلك المغير وحتى على اقول الواد اذا امطار خلال هذه الامسية على شكل زخات ان شاء الله اما خلال يوم الغد كذلك بعض الامطار ستستمر في التساقط على شمال الصحراء ومطقة الواحات لتلتحق خلال امسية الهضاب العليا الوسطى وكذلك الشرقية لكن سيرتفع الضغط الجوي على حوض المتوسط فعليه اجواء مشمسة مستقرة على المناطق الساحلية اقول هبوب رياح قوية على وجه الساحل الغربية تصل غير 50 كم في الساعة حتى على الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي ستعمل على تطير للرمال خلال هذه الليلة وخصتنا صباحة الغد ثلاث درجات فقط ودون الصفر تقس بارد على الصيف كذلك باتنا سعيدة درجتنا على العاصمة بشار خمس درجات على كل من غردية بسكرة لمغير حتى على ولاية تندوف سبع درجات على الصحراء الوسطى سبع تراشن درجات على اقصى الجنوب اما خلال ظاهرة الغد درجات الحلق سوافة ارتفاع خاصة على الوجهة الغربية ننتظر الواحد وعشرين درجات على وهران ستراشن درجات على العاصمة ثمان درجات فقط على السعيدة 14 درجة على بشار 16 درجة على كل من تندوف كذلك أدرار تيميمون وحتى على ولاية إليزي 32 درجة على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد يبقى من هادئ إلى قليل اضطراب خاصة على الوجهة السحلية الشرقية لكن مضطر محليا على الوجهة الغربية رياح ضعيفة تقريبا على طول الشريط الساحلي أمطار عادية على شكل زخات إن شاء الله ستخص صنغافورة جاكارتا مع 30 درجة بيكين ثلوج مع 3 درجة فقط داكا أجواء مشمسة مع 31 درجة نيودل هي نفس الأجواء مع 23 درجة غرب الشمس اليوم الغد على مصول العاصمة سيكون بحول الله في تمام 26 و25 دقيقة أمسي طيبة للجميع في أمان الله